اي باسكن ماشي كابتن علاء احنا اه في النادي الاهلي تعودنا دايما لما يكون فيه اخطاء ما ما بنغمدش عنينا وما نتكلمش فيها بالعكس احنا هنا يمكن اه في بعض الناس كانوا بزعروا مننا ان احنا بنقول بعض الاخطاء اللي بتحصل ولكن النادي الاهلي لقدر الله وما زالت البطولة حتى الان في الملعب ولكن النادي الاهلي لما بيخسر بطولة بيشوف اخطاء ايه بيتعلم منها ومش عايز اقول لك بقى اللي بيحصل بعدها النادي الاهلي كان بيعمل ايه السنين اللي فاتت والنادي الاهلي متعود يعمل ايه في حالة خسارة بطولة بص يا عيمن انت وانت بتتكلم وتقول لما يخسر بطولة مش لما يكسب بطولة بس لما يخسر بطولة بالنسباننا احنا بنعتبرها كارسي حاجة اللي هو حاجة بالنسباننا بالنسبة جميل النادي الاهلي حاجة مش طبعي صحيح ممكن ناس كتير او بتعتبرها طبعية هم اتعودوا على كيح ما اتعودناش على كده دايما بيقول الكلام ده هنا في القناة دي والحمد الله كلنا اتربنا في النادي انت متعودتش ان انت تخسر بطولة متعودتش ان انت تخسر مباراة في مباراة متعودتش بقى انت عندك كم بشكل طول السنة انت مش تتعود على كده انت متكلم كابت الشريف الوقتي بصول بعض الناس بتهاجم النادي الاهلي وانت بتهاجم اكتر منظومة احتراما وانضباطا موجودة في افريقيا في الشرق الاوسط واكيد في مصر اكتر منضباط واحترام ونجاح طبعا ونجاح دي حطت احتها ميت خط نجاح يعني هو نجاح في كل حاجة والنجاح ده دايما بنكلم بقول ما بيجيش من فراغ والله خالص ولا بيجي من سنة ولا اتنين ولا تلاتة ده نجاح بتاع الشغل طويل جدا والصقافة اللي وصلت لك دي قام صلت لجماهيرك انت مش مستوعبية ممكن تخسر بطولة لحد النهاردة انت مش مستوعب لسه ولا جماهيرك ما احنا بنقبل للناس في الشارع دي صقافة محدش هيوصل لها صقافة ان انت انا مش مستوعبية منها ممكن تخسر بطولة فوسة كم بطولات انت واخدها أنت عارف توصيرت الايه? الهو انا مش عايزة مش عايزة افرض في بطولة. وبطولة يعني بطولة كتس المتناول ويمكن يكون حصلت اخطاء كده حصل. لكن في الاخر انت مش قابل الموضوع. ويهي طبعا زاهرة صحية جدا جدا مش في اي نادي ولا اي اي منظومة ممكن تحصل. الانديالة العظيمة بس. فعشان كده ازا انت بتتكلم الوقتي اه يعني لا كلم اتكلم. لكن انت بتتكلم على منظومة مليهاش مسيل. صحيح. خالص. صحيح. لما تدور على احسن حاجة الحمد لله موجودة ومنظمة وما فيش مشكلة فيها هو في النادي الاهل.